انطلقت أعمال البرنامج التدريبي المتخصص حول المعايير المعتمدة في إعداد ورصد تقارير الحقوقية تحت عنوان إنفاذ توصيات آليات حقوق الإنسان ودور الآليات الوطنية في إعداد التقارير والمتابعة بمشاركة ممثلين عن معظم المؤسسات الحكومية وبتنظيم من المعهد الدينماركي لحقوق الإنسان البرنامج الذي يستمر لثلاثة أيام سيتلقى خلالها المشاركون تدريبا على إعداد وتطوير التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة وذلك بهدف تمكين المشاركين من تحديد الخاصيات الرئيسية لآلية وطنية فعالة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ويهدف البرنامج أيضا إلى تسهيل التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان واعتماد خارطة طريق مستقبلية في هذا الصدد وتوضيح الالتزامات المتعلقة برفع التقارير الخاصة بحقوق الإنسان في الأردن الهدف من هذا البرنامج هو بناء القدرات فيما يتعلق بإنفاذ التوصيات المرتبطة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان وتطوير ما يتعلق بالآلية الوطنية لكتابة التقارير والمتابعة في ملف حقوق الإنسان المخرجات الرئيسية التي متوقعها من هذه الورشة هي بالضرورة الخروج بهذا الفريق المتكامل قادر على قيادة عملية إعداد التقارير في الأردن ومساندة لجنة دائمة في وزارة الخارجية عندما يجب علينا كل المرتبطة العليات المتدين هنا أتمنى أنهم بشكل أعرف التقدم والإقادت وعطاء التقارير على تقارير إلا تقارير اختاري وإبقار المتدين في الموادين وأنتم أيضاً أن هناك فوكسات أكثر على الناس بما في التحديد والتحديات المتعلقة في جوردان هذا الإطار سوف يساهم في التعامل مع التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة قابلة للقياس وتشاركية خاصة عندما تكون هناك قاعدة بيانات خاصة بهذه التوصيات